علي معلول علي معلول بحسب معلومة من النادي الاهلي من مصدر مسؤول في النادي الاهلي قال لنا ان قيدة تنسي علي معلول في يناير القادم هيكون في حالة وحدة فقط وهي رحيل بيرسيتاو او ريدا سليم في فترة الانتقالات الشتوية بحسب مسؤول النادي الاهلي قال لنا ان الاولوية في الوقت الحالي هي التعاقد مع مهاجم اجنبي وانه في حالة رحيل تاو او ريدا سليم في يناير هيتم قيد معلول وان كان تاو يعني هو الاقرب للرحيل في زل ان عقده متبكي فيه فقط ستة اشهر لما يبقى يجي يناير يعني هيبقى متبكي فيه ستة اشهر فقط ويمكن ترضيته والموافقة على فك الارتباط معه حسب مسؤول الاهلي ايضا قال لنا انه في حال حصول الاهلي على تقرير طبي بشأن حاجة معلول لمزيد من الوقت وعدم جازيته قد قد يتم توجيه الشكر له وتنظيم احتفالية كبرى طاليق بما قدمه مع النادي الاهلي انا بقرر القصة دي اكتر من مرة بس اقولها لكم للمرة المليون الاهلي لن يترك علي معلول الا وهو راضي تماما مش هيرمي علي معلول بالبلد مش اللي هو تصبت يلا يا حبيبي العب بعيد ما فيش الكلام ده الاهلي يقدر تاريخ علي معلول اللي عمله مع النادي الاهلي ويعتبره واحد من اساطير النادي الاهلي فخروج علي معلول من النادي الاهلي هيكون خروج كريم سواء كمل الموسم ده مع النادي الاهلي لعب موسم اخر باي شكل ملعبش وما كملش هيخرج خروج ياليك بي لا قلق من هذا الامر تماما طيب